أنا إذا كاني بتكلم عن حاجة وشفتها وواضحة في الاتحاد هي مع كل الاحترام والود والتقدير الكابتن أحمد حجازي قاعد يسبب فوضى في الدفاع الاتحادي الكورة الاتحادية في الثلثة الأخيرة أو الثلثة الدفاعي في الاتحاد فيه فوضى خلاقة بسبب الكابتن أحمد حجازي ما حد يختلف على قيمة أحمد حجازي الفنية كابتن منتخب مصر ولعب له سي في ولعب في الدوريات الإنجليزية والدوريات الأجنبية بشكل كبير لكن اليوم اللي قدمها أحمد حجازي لا يتوازى مع قيمة اسمه وقيمة نادي الاتحاد لاعب له اللي يريح المحاور اللي قدامه ولا السنتر اللي جنبه ولا الحارس اللي خلفه ولا الأظهره قاعد يسبب المشاكل مشكلة بعد مشكلة للفريق أنا أتوقع أنه جزء كبير من مشكلة الاتحاد في الخطوط الخلفية يتحملها أحمد حجازي نفسه الهلال طبعا تأثر بشكل كبير بغياب سالم برضو عدم الجاهزية الكاملة صحيح أن ما لكم ومتروفيتش بيلعبون معهم لكن ما هم في الجاهزية الكاملة لعب راجع من إصابات لكن يظل الاتحاد ما هو جاهز هذه الجاهزية اللي تقدر أن تقول أنه بقابل لكن إذا الاتحادين يأملون على شيء أملون على الجماهيرية والروح وأنها مباراة واحدة ما هي دوري 34 مباراة مباراة ممكن تتوفق فيها وتستطيع يعني أن تستعيد بعض من حماسك وتركيزك ويكسب فيها الاتحاد ترجمة نانسي قنقر